اهبت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة الطلاب والطالبات بداية من الصف الرابع الابتدائي ووصولا بالصف الثالث السنوي من الدخول للمدارس دون القيام بارتداء الكمامات الطبية نظراً لانتشار فيروس كورونا وأكد بأن العام الدراسي الجديد بالأسبوع الثاني بشكل منتظم وطبيعي ولا يواجه أي مشاكل يكون لها تأثير سلبي على سير العملية الدراسية وأوضح بأن كافة المدارس بتطبق كافة الإجراءات الاحترازية الهمة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا من أجل المحافظة على سلامة وأرواح كافة الطلاب وهيئة التدريس والقائمين بالعملية التعليمية ووزارة التربية والتعليم بتقوم برعاية الدكتور طارق شوقي الطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث السنوي ومن بين التحذيرات المتبعة هو أن يكون للطالب الوعي والإدراك في المعايير الوقائية الصحية والحرص للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق التباعد الاجتماعي أي فيما بين كل طالب وطالبة في الفصل الدراسي الثاني ويجب أن تكون على الأقل متر واحد وأهبت دكتور طارق شوقي بأهمية ارتداء الطلاب الكمامات الطبية في جميع المدارس ومن أجل المحافظة على أرواح وسلامة الطلاب والطالبات وأيضا هيئة التدريس من خطر التعرض لفيروس كورونا اللعيم الذي تداول بشكل كبير في كافة أنحاء العالم كما أن المدارس بتقوم بتنفيذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأشار بأن غرفة العمليات المركزية في الدوان كما أن الخطة الزمنية لذلك العام الدراسي الجديد قد تنص على المدة التي تتعلق بالموسم الجديد ولا يسمح بالتغيب عن الحضور للحصص الدراسية اليومية خلال العام الدراسي وإذا قام الطالب بذلك سوف يتم حرمانه من الدرجات التي تتعلق بالنسب الحضور ترجمة نانسي قنقر